طب الرهينة كانت ظروفه ايه؟ في ايه؟ من ناحية ايه؟ سافرته، اوكرانيا باين؟ ايه اوكرانيا والفيلم الازيز قوي يعني الفيلم الافلام اللي الواحد يرجع يتفرج عليها كل شوية الظروفه كانت ازاي والصفر ازاي وساندرا وكده؟ لا مفيش ظروفه كانت تمام وروحنا اوكرانيا وصورنا وبتاع طبعا البلد هناك انا الفاكريا ان انا ما كنتش باكل هناك الاكل كله وحش اوه؟ يعني ما خست جمد قوي هناك الاكل وحش؟ وحش قوي اوه؟ كانش فيه اكل اكلهم غريب اوه؟ موضوع الغز دي وانا صغيرة كنت بتنطط على السرير وبعدين زلت على سين الكومودينو و بعدين مدانك حلوة الافلام اللي من نوعية الرهينة دي كانت افلام اوكي فيه نجم ميجا ستار مثلا او يعني عز او كده وانتي بنمهد لانك تحتلي بقى الفيلم الواحد خلي بالك انا عايز اقولك حاجة انا في الوقت ده كان المنتجين كلهم بيجولي عايزين يخلوني اعمل بطولة مطلقة وانا كنت برفض منهم الحج احمد السبكي اه حج احمد السبكي اه وكله كله كان عرض عليك ايه وقتها مش فاكرة ايه بس كان ابرز فيلم انت رفضتيه في الفترة دي مش فاكرة كان ايه مش فاكرة لا انا مش عام بس هو عمتا كانوا بيعرضوا علي دايما وانا برفض اه اقول لسه اه مش وقته ويبعتوا لي يقولوني عايزينك بتقولهم لسه فيه وقت كده انت بتحسي ان انت جمعتي جمهور اه وابتدوا يدخلوا لك حتى لو انت بتعملي مع البطل فاهم حاجة اه فما كانش لسه الوقت ده اه لغاية ما وصلت الوقت انا حسيت لا خلاص انا هعمل اه في ايه بقى اول دادا دودي اه صح كان قبل الدادا دودي فيه حاحة وطفاحة اه برضو نزل وجاب اراداته وكسر الدن اه ومشي فيه مولاعة جدا اه